موسيقى 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 تدرا صيدك موسيقى 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 تدرا صيدك تي 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 تدرا صيدك يالله 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 تدرا صيدك يالله 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 تدرا صيدك كل خطوة للمعالي في تبات والطموح ساند لنهذن نجد رصيد الدين واخلاق وصلاة من يبيع عندي خلنا لك شرينا سيدرا 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 زد راس يدك زد راس يدك زد راس يدك زد راس يدك زد راصيدك زد راصيدك زد راصيدك جاي العيد بك ريال فرحة بار اليوم تشوك فينا تاجعز ومجد وفخر ومنيان نبتدينا ما انتهينا نبتدينا ما انتهينا زد راصيدك زد راصيدك ما هو؟ أه السلام عليكم ورحمة الله اليوم ديش بلا مقتال الصوت عنا مستعكم الله بالخير في آخر حلقة من لمة الجمعة يا هلو غلاء بهلينا وبأحبابنا بكبارنا وبصغارنا اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد صلي على النبي في هذا اليوم الفضيل أنا بنبدأ معاكم في الأسرة منتجة ياما اتجاه زون الشباب ما نيساب بهم يا سعد الظهر سعد نائم هنا تعالوا معاي لأني ما اليوم أنادي ما يسمع فأخلنا نقومه على الهو يا سعد في غايب عني سعد و و عبد المجيد مدري وين عبد المجيد أنا قيل لك ما اليوم أصيح عليك إذا ما قمت بدون الهوى تقوم على الهوى تعال يا مخرج حط عليه حط على سعد يلا قوم عشان تعرف مرة زعي لما صحيتك تصح والله هني داري أنكم تعابة والله هني داري حني لحني لوه حني لحني لوه يا الله الحواي حني لوه هو هو مشينا مشينا حني لحني لوه حني لحني لوه يا مالح وير حني لوه عزي لح عزي لوه عزي لح عزي لوه قلب انت والله عزي لوه طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم مع الأسرة المنتجة وإذا ما قلنا لكم الأسرة المنتجة أحيانا ياخذون وقت طويل من الحلقة ولكن أنها نفعل مسلمين وفتح باب رزق جميل فنضحب بعض الوقت لأجلهم معانا اليوم أول أسرة منتجة سبعة ما هو سبعة أصبروا يا ولد رأى انجليزي تعال حاجي يعرف انجليزي ريم فنقس فنقر فنقرس فنقرس ريم فنقرس نسوين حلال لوتس هذا الظاهر اللي تدبين بهالناس هلأ 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 يلا رحبا يلا رحبا كالحبا 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 شلوانك يلا رحبا والله يا زياد علق عليك تعليق ذاك اليوم انت شفتها والله حنا نسوال في هنايا وانت قاير كذا وبنظراتك وتشوي كذا حد زياد يقول هو صحيح صحيح حلها وغلب شلوالك ايه سمت العمر كسم ذق هذي ذق هذي خذها وذقها على قراتهم بسم الله ذق هذي وانا بذوق هذي يا طوي العمر يلا علشان الوقت بس يعطينا كيف اللوكس يوالله يوالد العالم هذي والله خطير ما شاء الله اه طيب طيب ولدي هذي ناس تكيت قام بنحطون وردة هذي يوكل وردة ما يوكل تجرب لا والله ما هذي ها لا يابس ما يوكل ما يوكل بس نحطون زينة لا طيب 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 هاذا هاذا ابو حثاريب هاذا الضار نزيل شوفوا هاذا شلون عطني يا مخرج عطني عطني ابو يتبذو يوال يا ولدي تباذو با اليوم الظاهر يوم الاكل العالمي عشاء الله فهي منسف وفيها الذهى دافنين لذبيحة منمس لطبخة جديدة اليوم شوف 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 اخ طيب طبقة طبقتين ثلاثة أربعة خمسة خمس طبقات كيف شغل من ذلك حلو؟ اوه لا لا ما شاء الله طيب طيب بالحق بله هاي هادا يقدر المخرج يطلعه حلو بس هادا بله فكليه عن بلية هانا والله خلال انا وديها الكاميرا اي حطه بس قداما الكاميرا هذي هذي يجيبونها واتوطياء تأتي راسك هادا شغلهم ايوه بس خلاص هادا كرتهم ريم في قنريس في قنريس كذا يعني خلاص هل يحط هنا ارفع كاميرا شاشة خنا شوف شغالة معنا كاميرا ايه ممتاز هادا الاستقرام حقهم ريم اه تحت صغير اه ايش هادا كلام رقمهم صفر خمسة صفر ثمانية ثمانية اربعة واحد ستة اربعة ستة اوكي حقوقي مخرج حبيب قلبي يلا شوف الاسر اللي بعدهم هذي عادة حين نحهاها جانبا نحهاها جانبا ولا ننزلها تحت عن 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 بلية العرض هذي هذولا منهم هذولا كوب كيك والله هذي انا حسب قلت انه تخبر بعض الشغلات الشغلات ما توصل كاملة هنا لازم تمر على جمرك وتمر على لازم ايه ايه بعض الرموات شوفي جهز جهز اللي بعدهم جهز جهز اللي بعدهم وانا اخوكم الواحد يحرص على الرزق الحلال ويشتغل اي شغلة فليتوقع لا هي عيب ولا هي حرام هاي هذا بعض لهم فلنعرض لهم ايه اعرض لهم اعرض لهم منك هذا التوتين نحط هنا ايه يا ولا ذات اما تراني تكيت لغركم عادي لو شفتوا بعض المو ميش اسمون ايه هذا الريم ريم فنقرقس لا بخاذ فنقرقس لا بخاذ فنقرقس ري دي ايش اسمه والله مدري يا ظاهر بسبوسة هلأ 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 يلا حي اي شاء الله من الله خصد هلأ وغلا هلأ هل شدور طي كوالحا شدور طي شدور كوالحا لا عافية يلا خلاص مضبوط يطليرش اوه كرتهم ولا هذولا وين كرتهم بو بو هنا منكيز وين بو ايش بكيك بس ايو هذا الريم فنقرس هذا عندهم حلويات وعندهم فوم بس وي تريف وين يمكن دع هذي كوب كيك يو ادو وش و هذي صغيرة هذي ما في الى صغيرة هذي هذي كوب كيك بس وين وين اه وين اه بش اسمه بالله يدوري يدوري هذي اه او طغيرش دوري هذو وش هذو هاي بس وين اذكرتهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الى اسرة زد رصيدك كشف القناة البداية على تاحة فرصة لنا في المشاركة في البرنامج المميز ويطلب من تقديم بعض من تنجات المنزلية لكم انتم اجمل مشاركين في هذا البرنامج مع تميناتين للجميع بالتوفيق والنجاح ودمتم بخير هل 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 يخريت كل الشباب مثلك لا من قلت لك بندر فز وقام يا ما شاء الله تبارك الله الله لا يضرك هذا الهم ايه متكد ايه ايه والله هذو 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 فكسة نوتولا وهذا لوتس وهذا التامر سويت احيان ربع سويت ما هو حق الغرف هذا ولا غيره سويت شي شي شخطة ليف هو شخطة، شرطة شرطة طيب هذا على قوت هم هذو الanoتس والبوتسط طيب يا والله يا والله هذا الجغلة هما مني كنافة مشكل قشطة نوتولا طيب يلا يلا شوفوا شفوا ش عنده بحر 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 انتعلق 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 مني كنافة مشكل بايش قشطة وبنوتولا يا والله تشغل والله شغل ماشتغلون. خلوا يجيبون هاداشه. يلا اشرف خدك حبة. ها يلا لهم. خطها. ازدي جنوبك. انت تشوف. لا ما شفت شي. شفتهم قصدر هذا. اعوذ بالله. هيا هنا هنا. دماغ. بس خنشوف هشاشة الكناف. الله الله. الله. يا جماعة الخير وقسم بالله. هيا مرغبت انا من الفراغ وله ذيك. لا اليوم شي نازين. اليوم شي نازين والله اني جايب المصنع كرتون فرالو قلت ما تذكرتها كبارة كنتبجيب منشيك فرالو متلة اكلت جمول وعزامة مفضلة وهذا مشه هذي هاي طعم الطمام نعم تادا تاداك عرض عرض هناك هذي 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 تادت تادت التوفي يوات تقول محلات مهم ومهم ومهم ومشه الله ما شاء الله تبارك الله مصانع يا رجاء يا رجاء والله العظيم والله يبعض المحلات انهم ما يسوم كده نشوف انا ما اجامل في ذا الامور بس والله ننسى بسم بالله جمال مرتبة وذول هم جيورةد الاسرة هذي طيب مهم تطورين رقم لهم اشنون الله لاueller يصلحهم بس خرص هذي طعم هذي عنا قربك لا نعني هذا اخر شي سوف وين المحلات والاحترفية هذي في الشغ éta مرتبة هذي هي ديتي هذي الكلام هذولة الاسرة وأنا اقدم لهم نصيحة يعني اتوقع انهم جاهزين للتوسع بس. سواء انا اه داعم مادي ولا اه يبيعون من المبيعات هذل ينسوا لهم محل. نحتاج شغل زي كده صراحة. طيب شون طل حسابهم عيال? شون طل حسابهم? اه? اه? ولا زي بعض ضالة? خلاص خلاص. على الشاشة. حسابهم على الشاشة. ارعو على الشاشة. سويت ريف. يلا نحوها جانبنا يا جماعة. ها ها بجربة هذو. اه اه اه. سويت ريف. سويت ريف. بعد اق وبعد هذولا بحر بحر. سويت اندراسكور واشdالشكور واشو? الشخطة اللي تحت. بحر شوف شوف بعد هذولا. يويت هاذه هذا هذweisرة المباركة هذي. شوف. هذا شوف. هذا بعد ميني بورقر. ووه والله لازم يفتح ذا. معلش. فتحوا فتحوا فتح ليه. فتح ليه بالله. والله متكلفين وتعبينين. ترى ما عندي الثقافة تفتح الهدايا ما احتاج املصها بسنونة هذه الثقافتي تفتح الهدايا شوف الاحسان حطي لك منديل مو بالواحد لا كرايا قد يوجهك البرقر انت تشوف حطي لك منديل عشان عد اسنان عشان ينخش اسنان الله اكبر يود البرقر هذا ملون تقول صيصان صيصان اللي بيعونها ارض ارض خلنا اسشوف خلنا اسشوف خلنا اسشوفوا التعلم وخلنا استرزق الله يا سعود ربيكم ما شاء الله تبارك الله يا الموت كاتبين عليها ورقة يا سعود اربعة شوي بذنجان وش اسمه فلافل وجبن وحلومي خلاص من هنا صح حلو اللي تحت هذي هدايا لكم خلوه نزل 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 وهذي الحوافظ الظاهر لحظة 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 احنا هذي كية ايه واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذي كية ايه هذي كل اسره منتجة هاي هذي خلنا نيما يجوع هل الدعوة فيها قصادير دعوة فيها تربع طيب خلنخلص من هذا ولا بس متجر متجر الخرج والرياض حلو خلنشوف شو مسوي يا الله اسم يا والواحد والله صد اسم طوائرش ايه ايه عرفتهم عرفتهم ذولا يبلله يبلله تواصلوا معايا حلو انا حطة ذي هيا السيارة شوف هذولا كيف الكيس حقهم الكيس حقهم زي كذا خلنشوف انا اسم واضح ايه ايش اسمك ابوه غربي ابوه لك معلوم انهم يحطون كيس من هذا كذا كيس البلاستيك موه بصديق البيئة هذا صديق البيئة فانا حي المتجر اللي يجيب كيس من ذلك يا سلام عليك شوف صالح يقول انا حيي اللي يحط بكياس لكذا صديق البيئة يوهد انت متطورة فريك تعرف يعني ايوه انا في مدرسة في فلبينا حلو حلو حطين كرنش شوف عشان ما يخلون الكيس فاضي من حدر حطين ها كرونيش وحطين هادي هادي وش يا جماعة الخير شوف تخيلوا ترى الاسرة منتجة مو شرط يكون طبخ خلنا تأكد الكاميرا معاي اخر يا ابو لا اخر لا عشان عشان بس ننتهي من الفقرة هادي هادي شوف تقول محيزة من صغير ومكتوب الخنفري استودعو كله ايوه هادي وش الفايدة من هادي وش الفايدة من هادي هادي ايه السلام هادي هادي الى الدرقسون حطها كده بالدرقسون طف تطور اسنا بقت وتتونس ولا تحطها لحزام الامام اوه طيب تحزام الامام وتحطها كده خلي يجي المعتن ان شاء الله 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 يرزقكم يا رب شفتوا شلون بحر شلون وش زينة وشف الاحترافية فيها وشف شلون خيطة بحرو بحرو زي ايه والله بحروبها زي شوف على كيف كيوفك والله يا والد تقول شغل مصنع هادي طول عمر من المتجر هذا ها شوفوه شوف 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 ماتجرين واحد بالريال واحد بالخارج هي ظاهر ها متجر الخارج والريال انتم معي يا كاميرا يا السلام ها دورتوسكوب هادي ماذا شو اسمها ال الخارج وان اندرسكور هادي اندرسكور لا لا هادي اات الخارج بعد راسك شوي بعد راسي انت والثاني فيه دوت هنا الخارج نقطة اي ال دوت افتاع هادي دوت كوم دو اي اي اا شاك ما هذه ات الخارج ال مضبوط صور الشاشة احنا ها على التلفزيون صور الشاشة والخارج واحد ستة مضبوط الله يرزقهم من واسع فضله طبعا. تعال يا مخرج. على عجلة يا مخرج تعال هنا معاي. شف. هذي بس ما جميع الشباب. شف. هذي من هو? ابو محمد. ابو محمد. يا ابو محمد بح صوتي وانا صيح. الزايد. كلهم متسامقين حولي. الزايد. شف شف شف. الزغلي. يا ما شاء الله. يا ما شاء الله. الحين تعال في في حاجة بازع لنا. يا ما شاء الله. ابازع لما حق نسمي الفوزان. الفوزان خلص. وين هو? خلص. موجود ولا موجود خلنا ننكبه. وينه ما دورت. ايه تامو ببيت الحكمة. ولا بها يبونت. بله تشوف تروح تشوفها. يا بعد روح. لو تزرق مني ما حد شايفك. لو اذري مني. الاستعال صالح. لب. كذا بزعال ما حطين اسمي انا. اصيل اسمك يا ابو غربي. هصبر اصبو يمكن دله. آآ خشوة هاه. هه. طلع في إعلاني يا واجب. ما راح عليك يا حبيبي تلغي. لا خلي برجعنا تبل. لا لا جابه جابه اسمي بحروه 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 واسمي بحروه لحظة لحظة شوفه من؟ شوفه يومه اسعود هاربي غاربي غاربي هاربي بلا شرقي لا غاربي ها استودعك الله هاذ يبعيني شوين انشآله بس نابع حطها كده طرقه لقم اصور بس هذه اللي لو نحطينا كده حساب تحت حساب ليه؟ على متر جوده لا بالحلق حساب كنس اي والله تصدق اي ساب كنت اشتنا بسنة بعدك لو حط حسابي هنا ولا ستجي تصور زي كذا لان كثير مقاطة تنتشري والملايين وما حسابي ان في عسك والله كذا والله شف شف ربط حطوها في الحزام لو قلت صور سلامة تللي كذا منها توعية ومنها حساب علامة جودة والله فكرة دقوا دقوا عويسة لمنتج هذي سوي لكم تراها حلوية خانا حطها مخطأي يا سعود قعدت على الهواء جبت لها الكاميرا لا ما هو موجود ما هو موجود راح والله اصوت له انبح صوتي وانا صوت له حدي منا يا خيية بيعية ساعة السباعي راح راح ايه ويوم ها يقتانا ورد يا سعود والله ما احنا اكدير اذي ودنا بيها عجع هالحيين ها لا وحيدة منها بس كلها حرام بس نبغي امجون للشباب عشان فيها عيشو فيها هالا حيوها جار تراه مسوي لنا التنور العماني جاك خبر ايه قال لي واهو قال لي مسبوع عماني والله صدد وين وين دفنتوه هناك عند اه القبة ذي يولا بعدين مرتبنا انت رقم واحد تحط هذا انت رقم اثنين تحط هذا انت رقم ذا هو مرتب بس اكثر من حياتنا يا رجال ما شاء الله هو مرتب هالا 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 يلا حيه يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا هلا يا هلا يا هلا يا مرحب شلول طيب الحمد لله رب العالمين شلول وش فارق كذا الحق وش هزيت كل يوم جينا وماشاء الله انتم هذي اسمها زد جنوبك الفقر هذي تزود الجنوب لكم كلكم زي عطني عطني هذة عطني هذة عطني هذة خنخلص منها عشان عقب شوي نبين في اللا نبين تونس ونبي ها وضحت وسوالف و ها شاشة ها كتب هاشو هوا شاشة شاشة تعايا صالح تعاكم اجي سنيين هذي كتب يطول عمر من مصبر امعطه بشي لي امعطه بشي لي وشي وراك وين اي هذي بدنابها مرحب محمد هذي كتب يطول عمر من كاتبة عمانية اسمها هدى الحوسني حمود راح راح هذا ما يكيكنا اي كتاب القديم هذة احنا اقته هدية مع الكتاب الجديد هذا هو يدشن هنا وكل واحد اسمه وتوفر يا السلام يعتبر هذا تدشين للكتاب هذا كتابها القديم اسمه انيق في الحياة شوفون معي يا مخرج حبيبي والله مخرج يقول ما يحتاج تقولي يا انا عطل على القطك هذا كتاب اسمه انيق في الحياة هذا كتابها القديم حسب قول اخونا محمد وهذا الكتاب الجديد راقت لي لغتك الله هد الحوسني قال ابن الرومي يا جول اخ فش الاصغر انا ما اود اقرار ابيعات على هذا خف بها اخي اعجبني طريقة الطباعة في الكتاب اي اه مثل 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 كتب الحديث هذي مثل كتب عايد القرني والمشايخ وهذي حلوة وخفيف على كيفك وزف اليك سعد اوه كاتبة اه اصبر 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 بحرك الكلمة سابق ما كاتبين برسالة اليك سعد ولتكم قهوتك من سلسبيل الضاد سعد منه سبعي اه عشان راقهوة هنية يعني موش يعني سلسبيل الضادة انتو تجيبون كلمات ما من كثر ما هي مطورة ما ما نعرفها يا من الضاد يعني اللغة العربية اللغة العربية لغة الضاد السلسبيل هو عذاب مياه الجنة الله وكم الله ان شاء الله بقى خلنا قرأ خلنا ها هذا نفس اليك محمد ولتكم قهوتك من سلسبيل الضاد يعني ان شاء الله انك تقاهوة اللغة قهوة حلا الا صب والفنجال الاول ولا الهذوق ابي ثالث الفنجال من سافي الدل ها شفت القصيدة هاذي ابشركم بجمتلكم سالفاتها خليجي راعيها باس خليجي محمد المسعود يا ولدي طلعت سالفاتها ياهي حلوة راعيها من المسعود من الربية ايه جد من جدان الله ايه من جدان خلي بس اه ايجي حين عنلكم سالفاتها سالفاتها بها عرش بها وناسة بها انا حاسب الدعوة السيارات وكذا انا تطلعت الماغزة بعيد ايه ايه القصيدة رمزية ايه القصيدة رمزية لبيه لبيه قطع هاذ الكيكة اقطع الشر تدشينا لهذا تدشينا الكتاب ايه ودك بحليبة هنا حليبة خلبة مصغر شفتك ايه والله والله هنا شكر الحلوة قد اودت راحت ما موجود ايه موجودة والله يقولك حليبة حليبة الناقي يقولك يدخل يدخل وما يدخل عليه لا شربته وقف ولا منك اكلت اشرب ورا عادي عشت شربنا حليب البل من عادي حنو العالم قبل تشرب العالم حليب السعودية الله اكبر بسك 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 قيامي والالله وليك حقه هل 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 شوانا الله يجب طيب كي الحار طيب كي الحار الله عافية شلوانا طيب الله يطيب ندشن اراقتلي لغتك في هذه اللحظة وفي هذه القرارة مباركة تقليل الحلال هناك حياة قديم وفي عند هالشباب انباركين نقول بسم الله الرحمن الرحيم صفجو 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 هاي الله تاكل حيننا نصر تعود تعود لبين يقال يلا وخل الدولي يقول صفجو يلا 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 تقول صفجو كذا يلا بسم الله صفجو اتا كلامهم مؤدد ما اعرف يصيحهم اطلع الكتاب قول امي حيش اطهن الكتاب قول امنحه امنحه قطع الشر هاي اختصار هكذا اشترى اشترى ايه ما شاء الله عمس الجملة بس ياخذك بالصوت وانا جيكي مادري عندي اسم اول مرر نديك بالاسم واشتصار على مرسالة رسالتك عينت شيء ولا اكتب الله خير اكتب الله خير ان شاء الله اشتراك بالرموز حركاي عشان ما ننقب خوينا تغير العادة قولك وين عينت شيء ولا خلاص رموز عشان ما تنقبه كبت العشدة هذا الرموز ليش رمزتها هذا وش والسلك يلا حيهم يلا حيهم والله يا جماعة الخير ان ان اقلب هذا من اخيال او المجمول من اخياله من اخياله من اخياله وينه راح اجيب المايك رموز رموز والله يا جماعة الخير اني سراحة قبل شف يعني عشان حتى هل اللي شوفوني ولا لا متابعين عندي بس سناب والله اني اتضايق وش يلهم ووو بكرة وراي مطراش حول فوق مئتين كيلو ومدري وين انا اقولها بكل سراحيني ما جامل سراحة والله خير تبيت زين لكن يولا اجي واجلس بينكم والله اني ينسى نفسي والله عزف يا ربي والله اني يقولها صادق يا ربي يا ربي يا هلاء يا هلاء يا هلاء هلاء يا هلاء يا هلاء يا هلاء طيب شأنك يا حب اقدع 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 مجلسة منتجة ولا صد ابقى نحن ان نقدع يا جماعة الخير علومك ابو عزاني والله علومه ازاي يا رب لكن الحمد على سهل دعم ان شاء الله وهذا لا يفوتكم اصغر انا يبغالي شوية ليش يبغالي شوية اه وحيد وحيد لا انا راح تعد يا سعود سعود ما ادريت يا ولد وشه والله صدق ما ادريت لا ولد ما ادريت ماذا يتسقد وش العلم علموني ترى ما تابر والله علموني وش السالف سوي لكم بلاء بلاء بله اوش جيت عزبة اعوذ بالله يقولون انها بالغلط لا لا جيت عزبة بالعكس عالباركة عالباركة جاء قلنا الى هدي على العجوز اللي جابت العزبة قال يا الله انترزقها عزبة في الجنة قال عبدالله ابن دفناء الحين العالم في الجنة على سرر المتقابلين وانتبغى ايدي بعد تغنى مقهوة في الجنة وانفوصة يمكنها راح تكهوة كل ما يتمنى وناخذ العزبة طال عمرك وننحاشبها ونخش هنا ونطويرش في مكاني يشوفها حتى العمى وذا يعرف على اخيره عادي يدورها لذا الحين لا على طاري على طاري على طاري عزبة بالجنة الحديث ماني ماني مجودة حيلة لكن حدا الصحابة كان يحب الثمر وكذا وقالوا والسلام انه بالجنة بازرعه فمعنا الحديث انه الواحد اللي يشتهز زرعه كذا يزرعه ينبج زرعه وعقب يصير طلعه كله قدام عينه فكل الشي تمنى على الجنة موجود حنا عادي حمنا صغار نقول على الجنة فيه دبابات اي 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 اقصى حل اي اقصى حل والعالم انتبطح يطل الامر عنده اه نهر من عسال ونهر من خمر ونهر من لبن ونهر من لبن وتخلط يطلع عمره وتبلع جاء هي قال اي اي ما تخيل حتى هو من هو احد الامة قال مهم ايو المهمة بخاري محمد الاسماعيل الفخاري كان جاهزي للجالس اللي عندي اي شا اسمه عندي هوجي والعمه والدين واله صغص af لعنة اليوت مجدوست هالمهم جاي 있을nas Laur � een mdras صغص موعب انك تاخذ العلم من غير المسلمين قال لهم جلسوا عندي يهود يمدرس هو صغير ما ما وصل الاطعش قال اليهودي يا يهود قال اهه قال البحر المسلمين قادنا المسلمين مخابلة ناظر المسلمين رأيتم المسلمين قالوا الشو قال هذو مخابلة يقولون من بالجنة يأكلون ويشربون وعزكم الله ما يتغوطوا يعني ما يخرجون الفضلات نضحكون اليهود واحمد وامام البخاري صغير قالوا له كم كان عمرك انا ذاكين هكا الوقت قال والله ابن يا قال ابن ثمان سنوات او ابن عشر سنوات صغير المهم قال اذا سمح لي الاستاذ شف العدب اشنون قال حنا بالدنيا الاكل اللي ناكله يروح كله والله يبقى بعضه قال الله ناكله وبعضه يروحه اعزكم الله فضلات وبعضه يذهب قال اينا يذهب قال فيه تغذية الجسم وكذا قال اذا الله سبحانه وتعالى استطاع ان يجعل الغذاء يذهب بعضه في الجسم فما المانع ان يستطيع الله سبحانه وتعالى ان يذهب كله طبيعي صحيح ايه والله يقولك ها ها اليهود يقولك تفشل خطي غدا وجهها كبيرة اليهود فهذا ايه قصف جبهة اعود بلاد ايه فهذا البخاري يا جماعة الخير يعني ما شاء الله تبارك الله ايه جالس مرة يطلب يطلب العلم يقولون من سيرته يقول الناس راحوله يترددون على لهم شيخ مدري واله 14 مدري 17 يوم ويكتبون يكتبون هو يروح بدون بدون دفتر قالوا يا بخاري انت محي بليش تروح اذا علم مكتب تيضي تروح بس الدربي راسك وترجع معانا قال دنيا القرم دنيا القرم وين دفتركم والله العظيم ان كل ما كتبتوا بدفتركم النابراسي ويرد لهم الدرس الاول يفتحوا كتبكم ويقول يفتحوا كتبهم ويقول قام درس كذا 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 ورواه فلان بنا فلان بنا فلان بنا فلان عنا فلان يقول يوم عرفونا صامل يقول يصحوهم بالدفاتر حقتهم مخطوهم بالكتاب ومره تنجالس عند حدا مشايخ عند حدا العلماء العالم هذا حدره علماء يدرسون يعني هو مدرس وحدره علماء تلميذ قال قال رواه فلان عن محمد عن سعد ماني فاهمه ماني عارفه السند بالضبط قال البخاري الظهر كان ابن ثلاثتاعش او ابن ثلاثتاعش سنة وغير صغير قال البخاري ولكن يا شيخ فلان لم يروي عن فلان ويسفه الشيخ معاه دفتر مسودة والكتاب داخل عنده قال لكن فلان لم يروي عن فلان يسكت قال يا شيخ فلان لم يروي عن فلان قال ماذا قلت بزر صغير ورع قال فلان ما يروي عن فلان قال شعره فكت يا بيزر اسكت انهره قال ولكنني اني متأكد فلان لم يروي عن فلان رفع صوته والله الشيخ قال الله بدينه دخل هالشك قال رواي عن من قال رواي عن فلان من فلان ويقول الشيخ ويطبط كتابه ويحطه ويروح يدخل داخل ويجيب الكتاب قال رواي عن من قال رواي عن فلان ابن فلان لانه يوم فلان كان فلان ميت شف شلون برافع ايو الله قال احسنت احسنت وياخد الكشكول حقي وصح قال صح وصح شف عطاه الله علم ما عطاه حد ترى هو هو يقول سبب ايه هو عمي عمي من صغير ودعت امه ودعت وقام التبس وقام التبس وقام التبس يا ما الله رد شافت رؤية قالي اقدم الى استراحة ارجع الى بصر هذا مثل مثل له منه ابن سيميه او الشافي اللي قطل الصفحة عشان ما يحفظ الصفحة ما يحفظها ايه بس قراءة بس هذي مواهب الله الله عطاهم اياها انا جيه انا لمحة بس نظر ايه لمحة ايه انا جيه لمحة هناك ويحفظ الاية قبل ذي الاية قبل ديه الله واكبر يقفل ديه يقفل هذيك الله واكبر السلام يا حيام يا حيام ارددها ستة خمسين الف برة تتشوف الله محبا يلا حيام يا هل يا مرحب يا برحب يا مرحب يا حيام الله حيام الله حيام الله حيام كيف حال كيف حال كيف حال البخاري طلع صحيحة بستة عشر سنة انا والله والبين حديث اه اه اربعلاف وعليها اه اه اللي جمع سبعمائة الف حديث ايه فهو ترى صحيحة الناس يحسمون صحيحة البخاري هو الصحيح الصحيح ترى يعني جابه الصحيح قاله ماذا لي سبعة عشر ولي ثمانة عشر الف حديث طلق نقاها كلها ادررت انه مرة راح الواحد يبياخذ منها حديث واللي قاها عنده ناقته ومسول كذا بثوبة يقرقش لها تن معاه خبز ولا معاه هاته ام حلو؟ وجاب ياخذ الحديث عنه ايه وشاف انه ما معاه شي كذا يكذاب بيده ايه داره هو انت ماني ماخه هاته قال لي قال لي كذب عنه قيمكن اكذب على الله ايه اله 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 شف شلون من دقة وحرصوا ايه الحب كان يالله حيه يا هلا يا هلا يا هلا هلا بغايب الحاضر ابني دافنا محزمي محزم خوية راعي الفزع حل 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 ترى اني كذبت بالتويتر وشين قلت ترى انت هاو شو معاه معلمتم بل هاو شو شلو ولا اولا عذر ان السبع اليطاف فاتنا معذورين وهو الله العظيم انه ما هو حظنا احنا الله يسعدك ونطول عمرك مكمل الحلقة وجودنا الله يسعدك الله يسعدك كذلكم من غالة والله الله يطول عمرك يا مرحب يا مرحب اقدر 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 وانا اه بيجي راصل ما هو طيب يبالله تهوشتنا ايام شوان دفرته لدفرتين دفرته يعني دفيت دفيت او ضربته اوك ابو غربي لبيه خبره انك تحل شخصيات والله انه مو حي ولا صد لا ولا استغفر الله انا ما حبتك لكني انا تسعين يوم هي كافية تحللنا احلل شخصيات ولكني مبتعد عن الكلام هذا ابتعاد كلي انا مستفيد مني في حياتي وفي عملي وش العكمة طيب من ابتعاد لانه تفتح على نفسك باب لا يغلق نعم تذكرون الشخص اللي اشرف الصادق جبت معي محلل من وجه ما جاء مجلس لكني انا اخذ على وكتاب له وقال حللي انا شو بغيت بغيت تحلل خط الاسرة منتجة الكتابة هذي طبعا فيها عن طريق الكتابة وعن طريق التوقيع وعن طريق برضو المعاشرة لكني مبتعد ابتعاد كلي عن الشي هذا اه ممثل معظكم اللي يستشيرني تحت الهواء ايش هرائك الحين اه يعني يوم انها حلقة اختمية ايه هم تحلل شخصيات هنا وبعدها طلع عمرك الشبكة لا ما خلاص ليه احلم كلي يا رجال يا رجال يا رجال لا مو قصة ما يا حالة والله بنذلكم ما ينمر يا رجال لكن انا عارف ان المتسبقين الضاري بيرجعون او قالوا كذا ايه بيرجعون سي اخير معتي فقرات حلو وانا عندي كاش يمكن سامي يزع علي ارسلت لسامي قلت يا سامي هي اخر حلقة ولا ما اخر حلقة ما ارد علي وحطيتها من عندي اخر حلقة هذا السهل سهلاتي انا بقول لك حاجة موضوع والله عني مدري اسلام انا اقول هذا تحليل شخصية يعني انا ما بيستفيد محمد العثمان لو قلت له انت مثلا فضولي وانت مبدع وانت مدروش وانت كلامها القبيل صحي بقدر ما يهمني ان اذا عندي رسالة اريد اوصلها له انا عارف شخصيته بوصلها له من الابواب اللي هو يحب صح 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 ربما يندحك ربما يذمك او ربما او ربما وهذه هذا مهمة قوية لأي شخص محلل شخصيات لا يحلل شخصية احد امام ملأ ايه مثلا لو انا بصدق وبقول لك نقاط ضعفك غير نقاط قوتك اقول لك نقاط ضعفك ومشيال انت ما تحب الناس تطلعون عليها صح فانت ياخذك العزة باليوتهم تقولي تكذب فاني حلو تكذبني قدام الناس ايه غير كذا ممكن فيك حاجة بالغلط هو قال عكسها لكن خلت خلنت تكلم عن اهميتها ابيعطيكم مثال بسيط يا جماعة الخير يمكن البعض ما يصدقي حلو انا عندي شلة وشلة خاصة يعني غير غير شلة نكت المخيم وكذا عندي شلة خاصة حلو واضح الجمهور والشلة الشلة يعني اصدقاء مجموعة مجموعة حلنا احيانا نسهر بعد السهرة يعني يتصدق عندنا سمرة بالبيت عنا عادة اغلب السمارات عندنا البيت عشان ابوه تعبان وكذا الله يشافه يمسيت وخير يبقى يا علك ان شاء الله الله يشفيه ان شاء الله يمدن شاء الله موعدين ان شاء الله بطبيب شعبي ان شاء الله خلال السبوع هذا وعدنا الطبيب انه يمشي على رجلة صار رح من حوثات السنوات جيتها جلطة وما يمشي لك من ولدك وخادمك اطلق موتر لو تبي طيارة ها اه لو كانت تاخذ جيب ليكسز تاخذ بنت نروز راحي تجي اسمها بس تنشيه واجيه الله ما لقل ليك لك انت ومالك ليا بيك هادي يمشي ان شاء الله ما لقل ليك ليا بيك ما لقل ليك ليا بيك ما هو برد لا ولا لا لا ولا لا ما هو برد والديه البرين عرفهم موحنا الوكاد اخياي او اخواني طبعا اخواني وخياي هذول لا لا من رنت هات السهرة سهرة احنا مع بعض نجس الفجر او نسافر مع بعض الغريب في الامر يا جماعة الخير احنا المصنع يحتاج المحاسب اذا عندك مثلا مصنع يحتاج المحاسب يحتاج المشغل ويحتاج 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 اقسم بالله ما تخلف واحد منهم كلهم اشتغلون معاي في المصنع هذي ميزة تحليل الشخصيات قلوش دخل تحليل الشخصيات بالشغل انا اعرف فلان هذا الشي يصلح له هذا انسان يصلح للميدان والتعامل مع العماء اخلى خلى 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 كنت علامك ايه خلى يشتغل في الشي اللي يحبه بالضبط فمعرفت معرفت هنا ما يدخل هنا تعرف تحليل الشخصية لما تحلى شخصية فلان والله انا هذا فلان حطيته محاسب حلو؟ وهذا فلان عارف مباله طويل انسان حسي اللي اللي عملي عارف مباله طويل بس انا ما يحب يتحرك كثير فعطيته المجال الالكترون يرد على الناس يماسك الحسابات حقه المصنع والله فلان هذا انا عارف انه مفاوضة كويس هذا نعطيه مثلا في التسويق وفي التعامل مع العماء هذا فلان والله مثلا باله طويل ردي روح يسافر ردي روح يجي حركي يعني فزي كده اليوم تعرف نفسك وتعرف الناس اللي حوالك تعطي كل شخص وظيفة تليق به او شي يليق به واولهم انت انت وش افضل افضل شي لك انت بعض الناس يقول انا اللي بفكر وانا اللي بقرر وانا اللي بشتغل بيدي وانا اللي بحاسب الناس وانا اللي بتعامل مع الناس ما تقدر تلقى لك نقطة قوة تعمل عليها اللي عملت عليها صح زانة مو وانا اللي لما تحلل يبو يبو عزاب لما تحلل وتحط وتحط كل شخص في مكانه هذا نجاح المشروعك اصلا نعم نعم ولا فيها طقة عصر انا عبدالكريم الحربي شيلته وشو عبدالكريم الحربي الجديدة شيلته اللي دشانها هنا شكريب حقه ايه قالوا انها جاء والله اشارك نسمعها هناك يلا عطونا اياها شو اسمها يلا يا حبيبة اللي طوارية لحبيبة اللي طوارية عطونا اياها يا محمد السيد وقل له شغل السبيكر عند الشباب ايش ايش يلا بتجهز محمد السيد قل له محمد السيد شغل السبيكر عند الشباب شغل السبيكر عند الشباب اللي ناين منهم يقعد على بالمشغلة يا أخي التحليل يا أبو عزام أغلبو عام يعني موجود عند كل الناس شي واضح في ناس لما يسمعوا ذي لا شيء يكلم يا أخي خرافات لما يضرع الساحة محللين غير متمكنين حلو؟ سطحيين. جانا ذاك اليوم واحد وعندنا عشرة وزي كده. وقال يا اخي بعد ما راح طبعا. قال يا اخي التحليل كلنا اصبحت يا قلت شف. انا بعطيك عشر صفات. حلو? اتحدى. اذا ما الصفات هذي فيك. واعطيه فضائل الصفات. يسمونها فضائل الصفات. اللي موجود بكل واحد فينا. اه. اه. هو انا السوي على باله محلل. ويجي يقولك اه انت عرفت الموقف زيكا. كلنا اتعرض لموقف. اه. انت كسرت بحياتك. كل كسرنا بحياته. صحيح. بطلق. يقولك انت في فترة من مراهل عمرك عانيت معاناة. شديدة. ايه. انت صدمت في بعض الناس. ايه كلنا صدمت. هذي رب تخليق. حلنا نقاط القوحة نقاط الضعف. هلأ. 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 يا مرحبا. مريت المعك صحيح. قواه وين. كلهم مريه ومايك عليك. سعى لسعود متينة. يلا الحق. يلا حي. شلوه. ايه ولا تقوي. ايه ولا عينت خير. ايه. طيب. 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 اش رايك نخلي بهذا العاصر مو افضل. عشان يكون اكثر جاهزية وعشان الوقت. شرايك. شوف الشباب انا. شرايكم شباب. لانه هو باخر وقت بتطلعت وذكين يود ونحطه. هو يطلع. يطلع. ايه بالله موجود. ايه بالله. ايه بالله. ايه بالله. ايه بالله. حياك مالله قبل ما تجي الشيالة. كون مخلن نفكر الحافظات. يلا يا شباب. يلا. واش نسوي. نبن نفكر الحافظات. كم طال عمري. احترانة بالشباب بما فيها الكفاية. الحافظات بيها. واش ايه يقول. اشبه الحافظ. واشبه. اه صفوه صفوه كده اولا شو حطوه عشان كزين. اول شي لحظة هادية. وين اه. يا صالح. صالح الزيري. ازال الله انك. بندر علي. تعالوا. ارخش ارح. هذا منسف. خاني بس حطونا اعلب. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا يا مرحبا. يا مرحبا. هلاء 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 هلاء. حط المنسف حطوه حطوه بقى. انا اقول هذا المنسف يباله. والله يا جماعة الخير. هذا دي. اه. اسرة منتجة. لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال حقهم علينا أن ندعمهم وحق الناس علينا أن نعلم براينا الصحيح هذه كروتهم ونأكلهم كامل حق على بطون الشباب ندوم أي بالله أي بالله وندوق أكلهم هلو 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 كيف نظهر كيف نظهر يمنعنا من الغد キادوب مع أي كاميرا كذا زوم زوم. زمزم وجه. كده? ارفع الصحانية. ام ام ام. لا احي كده اقول اوكي. ترفع. يلا خلاص. خلاص خلاص. خلاص خلاص. خلاص خلاص خلاص. روح امر روح انا اقول لك الله يحفظك. يلا يا عمر. الله يجزكي. يلا حط عند الكامير خلاص. خلا ناس تستفيد خلا الناس. هادة. عمر شكلك ناوي تاخلها. خلاص يا عمر اوكي يا عمر. خلي خلي شوي خلي شوي. خلي شوي. خلي شوي. ابو غربي. اوه ده حنيني. تعالي امو حنيني. تعالي تعالي مخرج حطلي هو حط نا قدامة الكاميرا اذا قد تجد قفته افتح وين الكاميرا عادي هذي 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 اوو مايوود كالله ا Jade خلي 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 شوي ارفعها خق شوي بس ارجع واره شوي ارجع واره ارجع واره بس 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 هذا اللوز الحنبي وهذا صناة شاي 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 فوق الخيار هذا الخبزة دايما تكون تحت المنسف سلّة يسلّة يسلّة وهذا مرة بتّه اللي هي بجبنة جبنة المجمّدة خلّت آت كتوين تذكّرت شغلة عكلة جنوبية هي شلو؟ لحظة تعالوا عندي هنا تعالوا عندي هنا انتوا بقرم لحظة لا يا رجل أفا عودي بالحظة لا 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 ما لك في حاجة أقرب أقرب هنا خلّى المكان هذا مفتوح شوي أبعدوا أبعدوا الحافظة هذي شكّلنا والله ما تفتح النفسي ومناكل شلون؟ أشكالكم شون يعني؟ أطلع لا لا بس بغلنا تشوفوا طريقة الأكل في شغلة تونتي ذكرتها وما أدري هل هي موجودة أو لا منسف هردني ليجي ما تخيلت ربطيها على منفسكم وما بتأكلوا إلا تكثروا الأكل أهم شي يا شباب عشان خويّينا والله أنا أكل هنا وأنا أكل ما عليك ما عليك الزال زال الموضوع تفصينا يا بو الزال ما أقول يا الله جمّلنا هناك جمّل مم جمّل خالطي جمّل أحس إن ال أنا أذكر أذكر والله ما ي... هذا اللي تشوفونا يسمّى رضيفة أنا مسوي مسوي أعيونا بصلك بالتديل بيعفل ما معنى من من ذلك ننزل مقطع في اليوتيوب الظاهر ينقل تبتبوك مطرق الزيد من ذلك إن دا من جمّل مطرق الزيد سمّوا سمّوا حاكم الله يا مرحبا تذلّوا الوقوع هذا اللي قدامنا يا جماعة الخير هذا المنصف ما يقلو هذا اللي الاردني صبّه مرقته نعم المنصف الأردني إيه إيه نعم الأردني خلنا بس لنا لقيت مقطع لي باليوتيوب بسو أبو عزام قبل أفصلات في التفوق قل بسم الله أبو عزام أدري 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 لازم نحطها عطنا عطنا للمرقته المرق حقه ما نعبي مرقته يا يا حبيبي بدون المرقته لا يا ابن حبيبي ما أنا طيب جيب حالي نبي لا لا بدخلتي لا 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 غيرك الزمن والله العريك عفلا ينظرون عطنا في مين عجيه ولا فنجال 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 ولا بكوب هذا ببيه مطلق بيه كمّر منو مطلق بسيدي منو هذا هذا ولا ما تعرفهم لا ولا ما عرف بس ترا هذا حركين حركين أنا عبي مطلق بسيدي ما تعرفهم مطلق بسيدي بيه ناس ما تابي الله ما عرف بس توقع بما يجمع دفعهم عن اليوم تباقين لا اه مرحب حط لحط 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 لا مطلق بسيدي مون هم حط حط زيادة حط خوال مره ترعه كل منسة فيه حركة حركة والله يوم واحد يتكلم من فوق خوياه يقولون له واش حركة هذا المنسة طبق ساري ايه يوم واحد يتكلم اسم أخوياه يقولون له واش أخوياه اطلقوا صديق ايه أبو غربي تحية لأهل الأردن يوالله يوالله يوم بني لهم يا ما تحصون دابة يومون علينا يومون كلهم يومون هذا بيصد نفس صحيح هذا بيمون لينا اندبحها يوم من اندبحها بيحس بالمياه نصديق يا الله أنكم غلطاني يوم صحيح صح الخروق لنا يا وانا ها اطلع عبراهيم من الزمان اوه بل لا اله لالله ايوه ذبحتوه الله ها بل لا اله لالله الموت حق بل لا اله لالله لا اله لالله الله يرحمه ومنعتوني كنه الوقت ان يذبح وخشي ذبحتوه يالله حواف يعني ناو تموت اللباحة والله ناو يذبح ما هيكم إنسانية اخوياه نادة لكب من شهر عندنا والله ما حطيته تظاهر راح وهتسب على وكاد بدور فيه فيه لي ما خاطر طعم حطر عبدالي خدناه دور منا في تويتر حرق 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 لا انا جتها يا كبسة والله صد والله صد والله صد ايه والله اذكرها فالبرايم صب لي صب لي هنا طب انا اااااااا تصب اللي لا شو اسمه اللي لا مرقم ينسف مركز صب مركز 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 ممكن واحد انا انا يحادي انزل حذر ايه مركز دا عاد شغلة تشغلة اذكر خاطي صارت لي قصة معي والدن في لردن اي اصحابي في لردن والله هنا بإذن الله نزورهم في لردن وبنزور حليفة حايل 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 من في خلص الت mask كل ما جاة بإذن الله توفزره المشjon ودي انشدك انتم مثلنا انتم. كل ما جاك واحد باذن الله اني بيزورك. باذن الله اني بيزورك. بالبكر جاكنا انت. بالبكر ينسوني. بس كويس لا توعد اهم شيء. اذا اذن الله ترد اذن الله تزورك. واخر شيء ما يتعدى ما سقط. ما عادة. تدري حسبنا رحلاتنا. نمزلت برنامج اللي رحين تدري كب. يبانا اذا ابتلاء من الله اه. ثلاثين سنة. طيب. عشان نكمل رحلاتنا. يعني رحلة الشتي والصيف. كاذا عليك اوه رهيبة. والله من نقاط. هلا. هلا ابو الفوارس. هلا هلا. هنم منهم. مطلق وسديد. هذولا مطلق وسديد. مطلق وسديد. مصرات غديته طيب. لا اله الا الله. هذا وصر من تجبك يا غدا. هذا وصر من تجبك يا غدا. هذي نقنق. هذي نقنق. اوكي. اوكي. السفر و السفر. حريكة. مالله. حريكة. ومن سفر دني. ومن سفر دني. الله يا الله. قبل انا ما شفنا لكن. لا يعني ما نوعنا. تذوب. تذوب يا الربع. يالله. هذا الخنب بدايمون. مانو. هنقل عنا. ما شالله ما شالله ما شالله. وانا منسب حق محمد الدهلي. اسمعي. بدينا نخلط. جد والله. منسب ورقوني. اي منسب حقه. انا كشواء عماني. شو اسمه شواء. كيف يجل الفرق وانا كشواء عماني. حنيب حنيب. حطه فرش. كنت اكتسال الفرق بين العريكة والجريش. جد والله. صدق صدق. اي بس انا ما عرفوش هنه هذين الثلاثين. لكن شكلهم بعيد عن بعض. مطلق. ايش هذا. ها. مرقب مالا. ايش. مرقب بيضاء. عيد بالجبر. والله اني حسبه لبن زبادي. يا عيال هذا مطلق جاس. دي دوينه. ياه. ابو الفوارس. ها. شلونك. تالي لغالي تالي. انت غالي يا صالح. صالح. قلت انا لازم اجرب العكل قبو ما تجي. عشان هشوف. بكل حالس هتقولك طيب. ياه رحت. العريق يا بالعافل. لا 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 انا هنا بش. صالح. انه يا بالعافل. والله انا يوم شو هلتل عليك كذكرتك. يلا نسم الله الرحمن. عطنا عطلك حقهم عطنا روانا يا مستهلو. ترى منيف. ما جاء من الاستدي ولا ساعة 9. مرقب. بق فيك روتني. سمعتني يا سعوة. عبو محمد. انا بتعذر منك. مالي نسحب عقب الصرح ان شاء الله. المنسف الاردني المنسف الاردني على اصوله حلو يطلب من الاسر هذي اللي هم اسعالي افضاء اصبر اصبر يلا يا مخرج يلا 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 خلود ترتشكوب كتشهن كتشهن ايش ايش خلود كتشن طرى ما حد غشاشني خلود درتشكوب وش وشو كتشن يعني مطبخ طرى اللي ماعرف انجليزي نعلمكم هنه كتشن مطبخ سهلا يا بندر خلود درتشكوب خلاص خلاص خلود اندرسكور يلا سهلا 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 انجليزي يا سعود عطوا عطوا من دفنا الصدى وقلني شقل المايك عند منيف عشان يقوم منيف من زين الاكل قمت ورجعت يا سعود خلاص يا سعود يا سعود يلا خلاص يشقل نازم استمرار منيف ها يشقل يا سعود خلاص يشقل الصدى عند منيف منيف منه هلا هلا بك يا حلد شاذ نصدت الصالة هلا ألا بك يا والد هلو هلو بك يا ولب هلو هلو بك يا مانيف وينك وينك يا ذا الشباب وينك وينك يا ذا الشباب دنا اليوم تيار نشوك ما حاسك يا اخي كيف يسبحك النوم للحين نعمل للحين ما يسبحك النوم ده سد فراشك يا اخي كيف يسبحك النوم ما عندك انثانية هنط ليش؟ يا منستدي لساعة عشر ما عندك انثانية هنط هانا ابغي انا شطه انا شطه ايوه انا شطه انا شطه ازي انا اقول لك اه لايكون ناسي واحد اليوم يا منيف تيار نشوك ما حاسك يا منيف سالة اليوم شاله والصدق منك معذور اعلمت انكم راجعين من السنة انا اتسبحوا جدا اه البارح انا ومنيف كنا موكرين في مهمة ولا رقدنا للساعة تسعة الصباح والله ما تلموا والله ما يدري والله العظيم ما ودنا نفوت الفقرة هذي و احنا جينا عشان مواجه الله يسعدك خاص وغيره كانوا معذيننا منه والله العظيم ادري والله بالنسبة لمنيف هو تعبان بليء من دون السهر رجاه وغير ذلك اليوم عنده فلاش مو بجهز له وكان يشتغل معي فلاش شغل اللي البارح والحين رجال تعبان معذور وبيك تعذر معذور والله معذور انت ومنيف وما نبغاك ملا من غالة والله وما حدر يا بعد روحي مطلق وشديد وشديد وتماء ها القالي هو فارس يسول القالي اشتبي اه اشتبي ايه عشان عطاري بحسن لك في حاجة في حاجة ثانية عشان ادخل في ذمتي عطني حاجة ثانية ابو عزام لبي ايه فيه عمر ثاني اسلام ابهرج شفيه قدامك وقدام العيال اسلام اسلام البارح ايش البارح يوم انه نشيل الحصان اش صار؟ دقيقة خلصوهم عني دقيقة محمد اسلام الحصان البارح ودع شنا راح ايه يوم انه نشيله طال عمره كالحصان قام يعالد معي وقام وانت بلد كبدي وورانا دراما وتأخرت العيال والحالة حالة وقلون وغير فبا كان بعيال حوي ها جيتني زلت انسانة عمرك واختيت على ريجي ذولي انا تعذرت منهم عقبها لكن اختيت عليهم قدام اختيت عليهم قدام الناس والله العظيم انها همس انها غاتاتني وانا اشتغلوا بشغل ذكرها والله العظيم اني ما تهنيت من اه ازل لها اللي جت مني تعذب فيهم لكن اخطيت عليهم قدام الناس ويتعدر منهم قدام قدام الناس والله لاحب رأسك والله انا حلفت بالله حلفت بالله حلف عليك حلف عليك قوي حلف عليك بذل حماك اه بندر اخوان 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 افتح مايك اكفتح مايك الي تخصمون عليك الرجيل انا خابر ما فيه تطرب علي شيء فارس اجيب لك فاتح المايك لا مانعم نومسك فاتح انا ما يهود علي زال الواحد من اخواني ابيض وجه يا سعد ابيض وجه وحب المعلومية يا اسود وتصرف والتصرف صحيح والله انها امس انها ماخلص انه ترك الحصان وجاي اعتذر مني انا وارجال ذا والله العظيم صادق والله انا 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 حي يساعد على على ثقته بنفسه وعلى مرجلته والاعتذار يجد الرجال ما ينقصه الرجال يخطي لكن هو صادق بما انه بما انه زل ما اخطى زل ولا اخواني يخطون من بعض قدام الناس فواجب عيه ان يحطي قدام الناس ابشرك الله وملك الحمد هذا ديدا من الشباب كلهم ما حدم فينا يرضى الزل على الثاني ولا حدن والله نمكن ما يتهلنا في نوم تفليل اللي ادرنه اخطى على خوية وحنا نادري ان اخيانا ما اشارف خطارهم وحنا اخوان وكلني تقبل كل شي من الثاني لكنها ما 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 تقدر يا ولا ترقدوا هي في خاطرك وقدك انك جاءت براسة ايو الله ايو الله هذا براسة من طيب الله لا يفرقكم ويجمعكم جنته لا حسب تحسن ولا ديش قلت لكم بخير بخير رجال عادة تمثلين عادة ما ادعني عليكم اذكر البارح انك حمدان على الحصان كذا كذا خلاص ليش لا عادة لا عادة عودنا ها وديت قاهوة والله فيها صابور خلاص والله انه ما ينتوت بزعلان يا غالي ايه ساعد اخذ عريق بعث اذا ما احب زعلان ولا انت بزعل احد نظاب وطراس ومدري ام بعيدة حبيبي اناسف كذا معها قلوب اي قلوب كذا اي لافلي و اي اناسف اوكي بيزة مطاعش حبيبي بي زعبان اي عبدالله 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 لحاجة ساعة ساعة، أنا قت بتفوسني فقط تتمروا يا خذلة تسألوني واي Garrof دخين والديك دخين والديك أنا في وجهكم ما تسألوني يواجد عشان ما ضوвол عيك استبع استبع ما في أعلى برائم دل أسبوع دل السنانش دل أسبوع إن شاء الله أني ما نفعه والله الأسبوع ذا يطلع والله أهل عظي لو طلعت هني مارد اغطلت هيك إيش؟ مارد هني ترك ماقع عقد خمسمائة لي لا الحقيه مين قالك الحقيه؟ والله يقبله. هاني يمسيبه. والله. جد والله. حلاص يا لانه يوم من احد الشباب جايين. وش اللي يبكي اطلعي واليوم الثاني اللي يقعد يستقبلك. نكذب على انفسنا يعني. الجد يعني. من اللي مرقة الساحة داعش? وين اللي مرقة الساحة داعش? ?stesح ستين والة هنا. مرقة الساحة داعش? مارس انا ضلعيش. تحدي قلت Audre اربعيان يا الغالما أربعيان شهر شهر مديتب النابل وش يعني نوم الله واكم ارناك سبحان الله كم يد اصبع يرسج اسجل أبي اسجل 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 مبروك واضح مش شغال قبل من ببني يا الله يقولك هذا كم تأكل وجمه ببليا واحد بسرعة بسرعة مالي بسرعة نامش عبد الحمار عندك كاكل صدق والله جيت صلاة طلبتك كاكل بك يا والدياق يفرم بالله والله يفرم بالله يمات عن شيء والله يمات عن شيء لا بسرعة كم واجبات او مقلياتي يا افكين خمس 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 وجبات ست وجبات ست وجبات وشو لي ست وجبات اي اكلم تسع وجبات عشر عشر احداش احداش وجب العصر احنا عشرين عشرين ثلاثة وعشرين استاهل مقل ثلاثة وعشرين وصحن استاهل استاهل جريش اربع وعشرين ثلاثين زدها واحد واحد ثلاثين ألف اشي طفتة اوكي فيها اخي ترى على ذا ألف وجب ألف وجب أبيع اقيدل 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 ابيع ابيع خلاص ألف مبروك أم ونفتع السنوات كم ضح سيت كم ضحكت الناضي جبغاك لا خلاص نتغير من غير لك عمر الشباب عند الناضي جبوناك منا منا يبوناك منا منا يبوناك اسمع يشيرلك يا فارس ادرتك احنا هنا 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 فارس جت والله امسح معك هنا انا اعرف العمنين بكم من زراعك قد كن كن فرحة ولله تytic خلاصين ثلاث مرات ثلاث مرات والله فلسل انا خمس خمس برس الان مرات عشرين ڨلتاعش يا طيil ڨلتاعش الان اه نهرو ٚ٣لتاعش ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣٣ ٣ لا انتهدوبك انا خمس ساعة هذا هذا ثاة ٣٤ سامي خلق كابي يغسل وجبك ها أكثر ناس مشكلة كثير ومزعجي وبعداك نحبهم ونبغاهم ماذا نبغا لا 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 وشو ابو عزام راح من جا هلا! 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 مراجي طبازان لا ترأت! فوجه المراج الغيمة بسم الله لا شغلونا بسرعة شغلونا عندكم فوق مراجي الغيمة! شغلونا بسرعة الطوارية ما طلعوها يلا يا محمد السيد ميتحرك عقبال غدا بجلبوم بوضع الحال اللي سهيت وشو معنا وشو وشو نفتح السمر هاني يلا يلا لا لا خلاص فهارس فهارس قل لهم قدت عليهم وش نصحتهم والله صدق اذا حد تزعب مع احد حالا في بارس 17 خلاص تتسلم على راسه ويحلف 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 وتصمون ثلاثة ايام مو من دلت كده ايه هارس اوكي نحط على راسك ابيبي اولا اسم اس نحط على ذا ايه هارس اوكي انت حالا ما تحطه على راسك حطها على خشام ابي فينا ايام شفتك انت تزين المكان يقوم مثل شغمومن على خدمة الخواه ولوف اقتا غام شبة النار قدار خوياح طلع هذي طلط لقديك انت هلاء 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 هام الزبحنابك كلم لك زعل ايه هام الزبحنابك يا حبي كنت بالمستوصل عندي براجعة سريعة ولا رجعت للصبح متأخر فقلت اغطوا شوي وجه وتزول الله خير عمر قهذا حلقة الخير فطمعنا بالجي الله يسعد يا حبي يا حبي يا حبي دي سو نهار عيش ايو الله ايو الله الحمد لله على النعم اللي احنا فيها لا لا خلاص محمد سيد اول مرة محمد سيد يا حبي يا محمد يا سيد يلا ما يرد علي يشو يسوي هل صوت 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 بعد 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 صوت هلا وراء هتحدى تجيس هتحدى تجيس هتحدى تجيس فوق المراج الغيمة ما تمطر الا ديمة تسقي الرفاقة قيمة طول الدهر ينفون والله حاطاني الرفاقة مثل الزهر في باقة هالما راجل سباقة هل القميتة يرقون فوق المراج الغيمة ما تمطر الا ديمة تسقي الرفاقة قيمة طول الدهر ينفون والله ليو حاطاني الرفاقة مثل الزهر في باقة هالما راجل سباقة هل القميتة يرقون يبقيل بعد العسرة يزعين ما هو يسرى واليمنى بلي يسرى تستنزغ المطور لاجتني سبع جافي وينكسر مجدائي يظهر لصاحب وافي روحوا جسد وحيو يفهمني بنظراتي وما تزعين غلطاتي ودجلتي وفراتي ومن الجرحة مصيون الله يدي ملخوة على النقا والقوة عز وفا ومروة وحساس يملالكو بوق المراج الغير ما تنطر الاديمة تسكي الرفاقة قيمة طول الدهر ينفو والله عطاني رفاقة مثل الزهر في باقة للمراجل سباقة والقمية يرقون يا ولد والله عطاني رفاقة والله انت أمي مني دخلنا حلق رخيري لابدو سنثقلوا سويا دخول جذاب معاك نعطيها معاك نعطيها تحمستيه بطرع مرة بروح بروح دخول جذاب بلا عذاب حويحي عطونا عطونا اللي طلبها من دفن طوارية طوارية من دفن عنو يطلب النجوة ولقم عطانا لبعاك طوارية عطونا إياها خمس دقايق بس كي خنالة تاح عشان أشارك فيها الله يغنيك وش يقول نعتذر منكم لم توجد لم توجدون لأنه الملف عند منيب وهذا جاهزة ثانية فهنا أعتذر صح من النوم شو ما نسوي ما ينفع لازم تصد بفلاج عشان النظام الصوتي يقول صوتك وكل الكلام اللي مع صوتك عيد 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 يقول صوتك وكل الكلام اللي مع صوتك يا سلام ما كنا هلا حديث اللي على الجنة هنه أهيموا إياك بكرها لحظة تسكوتك يجعني ما خلا منك ولا منك الله أكبر هذا يشاعر الله مدري منه بشي من الذكر تدري ماذا الحركات هذه أبو الفوارس ماليش مصحصح اليوم بدك إذا أنا سمهو الش أجزين والمزانة على كيف شي لا تصالح لأخير أه شي لا تصالح تهدر إنه في مفاجعة درون دفع بيدشن تهدر يا أبو عزام بيدشن معه هذه ما ينفاجأ لا أرحم والديك هذه مفاجعة مع الخباز مفاجعة لا وجدك جعل عالب وأرحم والدي قبل ما نساجتني رسالته يوم نتكلم عن الدكتور الشعبي اللي قبل شوي خلي الناس نستفيد أبو وجد الجلطة بالرأس في الجزء الأيمن فسبحان الله ترجس من الإنسان زي كده علامة تكس الجلطة في اليمين ينشل الجزء اليسار نعم والجلطة في اليمين ينشل الجزء اليمين ففاجأ كده يجدني هالجلطة واجر وعافية ما في شيء يطلع على بالكم سونا قالوا في واحد بالقصيم يفسد ويتسوي ووجد وسونا وتدريك ممكن حوال مدة سنة ونص وسونا الآن الدكتور هذا جاءنا دكتور دكتور طب دكتور علم فقالني عارف واحد من جماعته طبيب شعبي حلو فعلى كلامه يقول أنا وديت لها واحد ومدري شون دل لكه وفي رصة ومدري وين طبعا قالوا يدهني بزيت سمسل مدة سبع أيام بعدين يجي ومدري شون فرصة وكذا هو العربية قال والله إن الرجال قام قدامي لا إله 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 على كرام الناس اللي عندهم كثير ناس زي كذا أنا أقول لهم أول شيء تتعلق الله بله سبحانه وتعالى نعم منعم بالله ثاني شيء ممكن طبيعة جسم صالحة غير طبيعة جسمي ممكن صالح جسمي قابل علاج جسمي غير قابل علاج ممكن الشخص الثاني الله كاتب لنا يمشي والشخص الثالث الله مون كاتب لنا يمشي فلتتعلق الله بله سبحانه وتعالى هذا أولا ثانيا والله لو عارف هالمريض واتطلع على الغيب وعرف كيف تنحت ذنوبه الشوكة يشاكها المسلم حديث صحيح تكفر عنه والحمة أنا جتني حمة قبل أسبوع وتكلمك بالسناب الصحابة يقول هلا هلا مكفرة الذنوب ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أحد النساء ما أدري من هي رضي الله عنها قال وش بلاتس قالت الحمى لا بارك الله فيها قال الرسول لا تسب الحمى فأنها تذهب خطايا ابن آدم مثل ما يذهب الكير خبث الحديد تمسح الخطايا مسح هذي وش شوى الحمى حتى يوم جاء واحد من العراب رسول صلى الله عليه وسلم ما أدري يا حب يقول هل تعرف ما الحمى قال لها ما الحمى قال لحرارة في الجسم رسول صلى الله عليه وسلم يوصف له الحمى يقول لحرارة في الجسم قال لها هل تعرف الصداء قال لها ما الصداء قال لها قرق في الرأس يزعجك يعني كان نهي الصداء قال لا العرابي ما يعرف المرضي يوم راح قال لها رسول صلى الله عليه وسلم هل يصر كم أن ترون رجل من أهل النار قالوا من هو قال هذا الذي لا يجي لا يحمى ولا يصداء ولا يشيء ربي ما يكفر ذنوب طبعا بس ما هو تنطبق على الجميع ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ربي يوحي له وحي أن هذا الإنسان من أهل النار والأهل الجنة الجنة والنار بيد الله ولكن يعني كيف أن الحمى لها تذهب الذنوب لما وصل وقال لي أحد ذكي ويوم سؤلف قال لي واحد أن في أحد الصحابة أنه قال يا رسول الله يدعي الله لي أني أجرس طول عمري وأنا محموب ولكن حمى على قولهم على قدر على قدر أن يقوم وصلي وكذا يعني ما طيح الفراش وأكبر دليل المرأة السوداء اللي كانت تسرع وتظهر عورتها تتكشف شف يا جماعة الخير والله لو تدبرنا الحديث هذا قال رسول الله السلام قالت يا رسول الله يدعي الله يشفيني قال قال رسول الله السلام انشئتي شف خيارها تخير وعدي خيار كنت مريض قال انشئتي دعوت الله لك وشفتي وانشئتي صبرتي لك الجنة كانت تجير يا رسول الله ادعى الله أني لا أتكشف بس يعني خلص أبغى عيش طول عمري مع السرع ذا بس أني ما تتكشف فهذه محبة من الله سبحانه وتعالى الله يحط عليك المصائب والبلاوي هذي أول شيء اختبار تكفير ذنوب تعلم نفسك على الصبر الناس يعتبرون فيك ممكن حين يقولك تعرف الأشياء بالأضباد لو لا المرض لما عرفنا الصحة ولولا السهر لما عرفنا طعم النوم فالأشياء تعرف بالأضباد سلامة شفر بالعناية ومركز الله يغفر لي ورحمه اللهم أمين كذو كنت شرفتنا والشباب والله العظيم إنه إن مبأنا الحالي كل المرافقين يعني الأباء ومخوانهم واللي بالعناية كلمة يا رب لما تطلع منك مو بتطلع من قلب والله أنك تستشعرها بكل عروقك وانتو تقول يا رب فكل ما ضعفت حيلة البشر أنا كانوا الدكاته كذي يقولون يقولون ترحنا سوانا اللي علينا وحنا ننتظر النتائج يعني حنا ما بيدنا شي الآن ضعفت حيلة البشر والآن حنا بانتظار عطايا الله سبحانه وتعالى وتزيد عطايا الله سبحانه وتعالى بأمر منه والله سبحانه وتعلم كل ما ضعفت حيلة البشر لأنه تعلقكم بالله سبحانه وتعالى لا نهاية له لما أنت تسجد وتقول يا رب والله تستشعر بإن يا رب شي غير طبيعي وحتى أحيانا لم يصاب لك قريب يدخل عين المراكز ويدخل مستشفى خيره للمرافق علشان يعرف كيف يتصل بالله سبحانه وتعالى والله أنك تشوف عطايا الله سبحانه وتعالى قدامك قدامك تشوف عطايا الله سبحانه وتعالى فالواحد مثل ما قال عايض القرني والشيخ عايض القرني الله يذكره بالخير إنه لا تحزن مهما كان لا تحزن فوين ما كانت عطية الله فهي خير لك وأكبر دليل على ذلك وشو؟ أن الله سبحانه وتعالى يرحمك أكثر من نفسك وأكثر من أمك أنا سألني قبل يومين جاء أنا واحد نظيف قال لي صالح في دكتور يعالج البهق في الشرقية ومدري وإيش وذاذا ويعالج المناعة قلت لي أخي الله جاب لي رزق يعني تكفير ذنوب يونشح وليش يستعجل على علاجه أخي هذا سبحان الله قعد تكفر ذنوبك وقعد تمحي خطاياك بالمرضة اللي عندك لا لا كلها يبيروح الصحيح والبريض والطوير والقصير كلها يبيروحوا منوحد الأهمة يقول دقيقة أرجع أيضا جماعة هو قال اختصرها لك انت كلامك أكبر من اني أعلق عليها يا فارس 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 انت اسطورة يا فارس فارس انت صمتك حكاية فارس لا دخليني اذا حين اتفلت هينو بكلب لا خلاص عجلة خاطبنا لنسمعي الحكاية خاطبنا لنسمعي الحكاية لاني قلتها مرة قلت شي يعني حددها ومصير وش؟ صبرك إذا لنتم تلك شي حلو وش اسمعي مسعوبة ساعة شعود الغربي شعود الغربي شعود الغربي حاطرنا نسمعي الحكاية هذي اللي تقول بها وش شي؟ الصمت الصمت حكاية يبوني الصمت يبوني حكاية الصمت عندك وكنت تعلمه من هنا للمغرب بس لا لا هو قال صمتك حكاية خاطر يسمعه هذي الحكاية ما عم الله اسمعه هاي حكاية الصمتك لا والله لا فا فارس فارس طال عمرك أتحبنا فارس سعود الغربي تبقى نتقصه تبقى نتقصه سعود الغربي سعود الغربي والله فارس عن كلامه طال عمرك حكمه وسكوته ذهب ولكن احنا ملنا محتاجون الذهب الحمدالله عندنا خير نبغي حكمه حكمه سكوت طبعا لا الكلام عقولك انا عنده موضوع ثانية خلي بس اختم الكلام ذاه في المرض شباب شبح شروف أحد الأمه قال كلام لطيف يجو محده إلى آدم أحد الأمه قال كلام لطيف إذا ما فيكم برر لي والدكم آدم إذا انشى حب شخص حلو والشخص هذا ابتعد عنك وانت عارف ان هالشخص ما يجيك اللذي شغلة معينة ما صلحتش فهمت؟ مو شغلة معينة ممكن تسوي يعني مثلا مثلا الأب أو الأم حتى اشتاق ثلاثة قال الأب ممكن يقطع عنه المفروض عشان يبغاه يجي فقال أحد الأمه لا تجزع من مصيبة الله عليك فقد يكون الله اشتاق لن يسمع صوتك يا الله فأصودك هنام يعني انفروض ما ندعي الله في السراء والضراء توني كنت بتكلم انه في بعضهم ما يعني الدعاء ما يعرفها في وقت الحاجة هذا المصيبة ما يعرف الوقت الحاجة يعني الوقت الحاجة هو اللي يا رب يا رب يا رب طيب رب يسمعك في وقت حاجتك حتى في وقت الاكتفائك يعني نعم الله علينا سبحان الله كثيرا مفتح موضوع ما تفرتفون بكل سواء سواء كنت مكتفئ يعني بالامور اللي انت تحس فيها او غيرها هذه الامور ما جاء تكلم الرب العالمين فادع الله سبحانه وتعالى في كل وقت احيانا لما يكون فاضي تخول استقرام او اسناب تلقى فيه انسان والله يا جماعة كاتب لك كذا والله نكتب تحت امين رب ويا وقت مقرار كذا كاتب معاناته والله ومعاناته دعا اللي تقرأ اللي تقرأ اللي للمعاناة هيكتب معاناته معاني قصته اوه والبيت وكذا وان كنا صغار فيون تقرأ يتقطع قلبك ودك ان يبيدك شيء بس والله ما بيدك شيء غير غير الش الشيء المادية وكذا لا يعني خاصة اللي معندهم مشاكل معهم مثل اخوانهم ولا ابوهم والأغلب البنات في القضية هذه قبلات حيلة فأنا اشوف الرجل اللي استوعف المرأة هذا ما هو رجل. يعني قلنا تحيله. سبحان الله. سواء انا الاخت او الزوجة. سبحان الله. لا تحارب اعزل. سعود. لا تبارز اعزل. انت معك سيف وشخص ما معه سيف. فلا تبارزه رجعه. سعود. زين? خنا خنا انا كنت بتكلم بفتح ذي الموضوع بالضبط. والله. والله العظيم اني كنت بتكلم سبحان الله. كنت بتكلم عن العنف الاسري. العنف. بشكل عام. واخر قضية اللي لا تذكرتها وجد السال فكانت عن عنف اسري. كانت عن عنف اسري. يا جماعة كانت عن عنف اسري. في قالوا انه ما بدون ذكر عدد خمس او سبع بنات. والله كده القصة. موجود اقدر. وانه معانيات والاب هاجر لهن. سبحان الله. وراشين ساعة برا. والمصيبة الاخ مضطهدهن. بل انه يفعل معهن اشياء لا تفعل بين الاخ والاخته. وما بيدهن انا شقدت. طيب اتصلوا على رقم واحد تسعة صفر تسعة. واحد تسعة صفر تسعة لكل شخص. هذا مكافحة الابتزاز. بلاغات الهيئة. يا جماعة الخير. اذا 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 مكافحة الابتزاز تتصل ابتزاز من اخ. وش الدنيا. العموم. فقلت انا يعني. يعني احيانا يجيك تفكير. والله العظيم لو يدي حيلا اني لا اسوي شي. فانت يوم تشكيلي وتشكي فلان وفلان. لا تشكي ضعيف مثلك يا اخي. الحيلة بيد الله. وكثير ناس يوم يشكيلي يقولي يا اخي والله. لو اني ربك اني لا اصنعك. يخلع اشكل ربك. اشكل الله سبحانه وتعالى. هو اللي عند هالحل. هو اللي يعرف. ادعو انت واثق ان الله سمعك. هذه منتهي منها. وواثق انك انت مظلوم وواثق ان في استجابة. اذا ما في اجابة دعوة تراك انت على خير. الله جاي تخليك تصبر. وبيخليك بوريك شي انت ما شفتها. بس اصبر واحتسب وايقين. انا ما هادو يا سعود بس تسمحني عند الله. انا بنسمحني. خلاص افتاح الموضوع. انا هذا اللي بتك انت افتاح. لا بنبغى نبغى تعليقك. لا اجل انت اول من اول من. لا لا ما انا معلغني. انا بكن انت بابتاع الموضوع في التعليق لكم والله. عطنا موضوعك. هو هو هذا الموضوع والله. هو الموضوع هذا اللي اه يضرب زوجته. اللي يضرب اخواته. اللي يضرب طال عمرك اه عياله. الصغار اللي ما يفهمون. اللي يضرب طال عمرك اه بعد ذربوا والدينهم والعيالة. مصيبة. عقوق. فمتفى التعليق اخليه للشباب وبعدين اشارك ان شاء الله. شارك يا ارحب. مرحبا. مرحبا. بعد العصر. طيب يا الله حيو. خلصت الله. خلصت. وبعدين وبعد زaren ولا هونه الشباب. ويفه. مرحبا. خلصت.نا يا كسر اخيش. قررتك قول الحرقة قول الحرقة والله قول حاجقها. يا الله حيو. يا الله حيو. يا الله حيو. يا الله. يا الله. يا الله. فاقيي. فصا. يا الله. ما ادري ما شاء الله. يا تقررتك. يهي. أصبغي ساعد أصبغي ساعد خرم بيتي أقول لكم أعزام أحياناً أنا ما أدري هل يمكن يكون كلامي خطأ وخطأ أن يستتكلم بالطريقة ولكن دايم لما تدعي حس إن الله سبحانه وتعالى مو بحس إنه هذا الصحيح إن الله سبحانه وتعالى يسمعك حتى عشان تستشعر إذا كان هذا الطريق الاستشعار ادعي بطريقة عامية تكفى يا رب العالمين نعم نعم يا رب أني طالبك يا رب كذا أنت سبحان الله تحس إن الله سبحانه وتعالى قريب منك أصلا الله سبحانه وتعالى قريب منك حتى ما تتكلم لأنا في غير أدعي بالهندي وبالباكستاني وبالأردو كيف وشلون أجل أنت وأنت تنطق بالعربية وهي لغة القرآن استشعر لأنه في حديث قدسي صحيح الله سبحانه وتعالى اللي خلق كل شيء في ستة أيام عند ظنك يا العبد الفقير أنتش تظن تبغم لي عقب ثلاث سنوات الله سبحانه وتعالى عند ظنك بالضبط الله سبحانه وتعالى جل وعلا عند ظن العبد وش تبيصي أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي مثلا إذا حينا دام فترة الاختبارات جاءت دام فترة الاختبارات جاءت الحين في ناس يقول يا رب أني أنجح يا رب أنك توفق لي يا رب ما دريش هو ما فكلكت قل الله أتوك فأنا في حاجة في والنقطة الثانية على قولة لازم أنك تأخذ بالأسباب الشيء الثاني لو يجع يقول يا رب أن الطالة تحرك ما تحرك طالة إذا أنا ما حركت خلاص هذه نقطة الثانية أصبت أنت كلمت أنت كلمت يا رجل يا رجل أنا ما قطعت أحد أخليك لأنت موضوعنا خلك في موضوعنا في وقت الاختبارات تقول يا رب أني أنجح وأنت ما تدعك ولا تدعي تقول يا رب أني طالة تحرك الطالة ما تحرك إذا هذه مصرعية تمسة النقطة الثانية اللي بتكلم عنها اللي هي حقة الابتزاز ويما تقول على الابتزاز ما الابتزاز قلت تكلمت عنده عند الشيخ اللي هي في شاعر يقول اللي يجي كطال عمرك يشر اللي يجي يفضح بلات الناس صرتا ما اكبر فاللي يستضعفها البنت واللي يجي بتنزها حلو والله العظيم بكر بترجع في خواتك وترجع في هالك مزيلة رجالك فرجلت لك الموضوع أنا استغربت توقعت أنه مش أصلا أنه صار هدوء غريبة ما قطعك دقيق كاملة مش تسر آخر حلقة آخر حلقة هاقول لك سعود في عندنا غضية استوت في الإمارات منسى الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره راح زار البنت هذي هذي طال عمرك بنت أبوها مطلق أمها ومسكنها عند من عند زوجاتها الثانية وزوجاتها الثانية من مرضها من الحرم اللي قامت قبلها تحرتها في ذي البنت الصغيرة قامت تضربها وتحرقها وزاتها وما حد يدري بذي الشي فهمت لين سبحان الله رب يكشفها والريال وين ما يدري بشي فهمت وين سجن احنا في موضوع رياد أفتحها هذي طال عمرك من الناس اللي يضربون البنات سواء كنوا في البيت وما حد يدري بنت رأى الله يدري فهمت بنتك في بيتك فهمت الله يدري ترى يوم بتنفضح فهمت اللي عامل البنات معاملة سيئة وحاليا نتكلم على البنات بالذات لأن أكثر الشي هن اللي ما عندن حيلة يضربون هن بعض يعذبون هن بعض يلمسون العار من هن فهمت أوه مال أوه بعض يلمسون العار تدري والله العادين بعض يستحون من أمهم ولا بناتهم يستحون من السحامش طبيعي والله يا جماعة ذكرت سالفة الآن وقشعر لها جلدي أخت تتكلم بلسان خواتها ويشكون أخوهم مرة سيئة أخوهم فقلت أنا طبعا صدقا إذا الأب ما بيدي حيلة يا أخي فيه جهات مختصة تبلغوا عنه قلت أسعود أخونا ما أنا غيره شف في قمة الاحتقار في قمة الألم تقول يا سعود حتى ما أخونا تقول يا سعود هذا خينا لا والله ما دام شيء استر فيا جماعة الخير يا أخوان يا أخوان يا ذكور لأن الرجل ما يسوي ما يسوي الكلام الحلم راح ننبه منه يا جماعة الخير يعني وش ما صار وش ما كان والله إن خيتك قلبها عليك يا مال الموت اللي ياخذ وجه والله إن خيتك يبقى قلبها عليك هذي دعوة انقهرت يا أخ مهما سويت لا تفكر إنها يعني لا تفكر إن ما لها حاسيس أقسم بالله العظيم إن ما فيه أنثى تلجأ إلى طريق خاطئ طبعا هذا مو عذر لها تناضر الله إلا تلقاها مهملة من داخل الأسرة من الأب خصوصه من الذكور يعني من الأب ومن الأخوار أقسم بالله الله حط للمرأة عاطفة قوية فإذا أنت خصوصا الأختي اللي ما تزوجت إذا أنت ما احتويت اختك في هذا الوقت ودلعتها وقلت لها كلام حلو وجبت لها هدايا وطلعتها ومشيتها لأنا بتشوف صديقاتها بسومة زي كذا بعضهم يقول وي أنا رحب أهالي سلامة وما يدر إنه إن هذا نفع خيركم خيركم لأهلة وإنا خيركم اللي ما في خير لهلة ترى ما في خير ل открыزدنיו ولا في خير لك أنت غوية ولا في خير العملة ولا في خير للحد أبعاد زيام بس أنا عندي سؤال بأفكر بصوتي عالي وانا صادق بتكلم عن الاختبارات الى من الواحد صار موذي ينهاله اي اشكال اللذاء اللي انتم ذكرتوها انتم بندفنه بدون الدخول بالتفاصيل ان كنت ما انت بقد انك تهتدي وتطلب الله سبحانه تعالى الهداية افترى في شيش مونا انصرف والله اني صادق ياخي اطلب انه يغيرون بعض الناس صدق يصور موذي ينهاله وش يقول ياخي ما لي خلق خواتي انقل عنه انقل انا ما اقوى انا ترفع ضغط فلان وفلان مضيقة صدري ترفي حل يتحسر بنفسك عشان ما تتسبب انقل وظيفة للشرقية وان كنت بالرياض وفارق هم نعجزرهم خميس جمع عشان تشتاق لهم والله يجزلهم وانا والله الناس بيقول بعض الناس نفسه ضيقة على هلو بسبب مواقف بالطفولة بسبب مواقف ممرت عليه لا لا خلاص الماضي خلي ماضي روح خلاص روح يلا روح غير مكان تزوج من ديرت الثانية شف لك حال بسنجول لانو انت بالنهاية بعد المرة طويل لن منك متره بتحاسب فخليك انت احسن بنفسك يبعد شوي على شقة تشتاق لهم وتزين بعيونهم عالقاتهم بعيد ترى يعني احب من القريب فتوضل امر عام لا انا بغير بي انت فتموت والله قصة يلا خلاص قصة قصة يلا نبغي نعم نبغي قصة بليلة تكفى يلا قاضي اه بخلص لا لا قصة ما امرنا اسمعناها قاله قاضي بغير بي امس هاني وصل لنا رسالة هاني او زياد ما ادري انا كنت ضيف امس في كلام اليوم ما شاء الله انا وبو سالة اش معنا كيف ضيف اش معنا انت بخصي الرأس بي امس يا اخي اسلم يا ابو اسلم يا ابو اسلم يا بغير بي فوصل لنا رسالة قال يا شباب ترى في مسجونات يتابعونكم الله يمسينا مسجونات اي مسجونات يتابعون قناة بداية هذا الرسالة اللي وصلها هاني العلزي قالوا يتابعون قناة بداية هي ابو الرسالة منكم انتوا يا الشباب كلنا جميع انكم توصلون انه مو كل بنت مسجونة سيئة ولا كل مسجون سيئ بقى ولا كل مسجون سيئ بقى ولا كل مسجون سيئ بقى ولا كل شيء ممكن يستشيطوا تسجن بسبب انها والله او 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 بسبب ظلم او بسبب اه دين او بسبب او نفس الحكاية حتى حتى. او بسبب حقيقي. او بسبب اه فساد او مخدرات اه مين هي الدنيا. هل كل شخص اه هل كل شخص. عمر بالخطاب كان اشد المشركين. بضب. هو عمر بالخطاب. عمر بالخطاب. خلي بوجه بس نصف دقيقة لخواتر المسجنات او لكل شخص يحس انه سيء. وممكن هو فعلا سيء. طبعا تصراراتي سيئة لكن الله ما خلقنا سيئين. خلقنا الانسان في احسن تقويم في كل شي. على طول تذكرت انك سيء تذكر ان عمر بالخطاب كان يدفن بنته. عمر بالخطاب. كان مشرك. وهو الفاروق. فاروق الاسلام. فمو معناته اني انا كنت سيء خلاص نرجل سيء طول عمري. وهذه مشكلة تواجه كثير مجتمع. انت خلاص في مرحلة مما راحل حياتك. سويت شيء خطأ. او ضعفت نفسك. خلاص الناس يبقى طول عمرك تبقى كده. ما عليك منهم تغير وعليك منهم. ابدا ابدا مو معصومة الخطأ. فهذه مناهة الدنيا. تنفض واخر اخبار عنك. وابد حياتك من جديد. وابد من الصفر. ونظرة الناس. خلونا منبوت. خطير طيب الله. ايه. احتيوة. احتيوة. ولكن افضل افضل اذا كان في فرصة ابتعد عنهم قليلا بس. وهذا مبلي. وهذا مبلي. وهذه ابتلا من الله عز وجل. وخضع عقوب تخلص. اذا فهذه كده تقاطعون يا قطعكم ده. ما قطعات الله يا حفظ. اي فترة تعقوبة. اه. اي ما تجي سجل الغال. لا اصد. اي فترة تعقوبة. تقضيها وتطلع حلو. لكن في مقولة اه قديمة يقولك اه السجل للرجال ما الارقال ما الارقالة. بتعدل ايش قصتها. لا. اصدقل سجل للرجال سجن للرجال اسجن للرجال هذه fadith اول يسجن uh كان يسجن الشرفاء grandsدماء كان في السجون العربية سجن المصر سجن للقدعان tranren فكانوا يقولوا سجن للقدعان لانه كانوا يسجن فيها العظماء والابطال فهمتني فقالوا المقولة هادي بس مو معنانو ان اي واحد ينسجن معنانو انو مثلا ان اذنب اوشي وفترة السجن هي فترة عقوب بتطلع بالسجن فس يعني مثل اللي اخذ ذنب حلو وحيانا تكون اعتكاف تمام اي وحيانا تكون اعتكاف اعتكاف الى تحسين الناس ممكن اتوب بعده ممكن ما ترجع اتوبه ابو عزامي يوسف عليه السلام انا الثاني بعدها اي لا يقير الموضوع يوسف عليه السلام سجد فتاوة بنت ايمي اربعين مجلد وين طلوا وين كتابها وين في السجن ممكن ذنب لا ممكن سوى ذنب هذا مرحلة محاسبة حاسب نفسك فيه اي ممكن اخطأ الذنب هذا منو واحمد بن حنب سجن بحث الله ارحم والديكم الله العظيم السجن السجن طال عمرك اللي يبتلاب السجن قل له لا 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 بحمد رسول الله اللي يبتلاب السجن يطلب الهداية ذي السجن بلوى ما هي مراجل نعم بلوى من الله لا 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 هو يقول به من الله فارس 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 هذا هذا حقب عليك ليه جالس يفسر كلامك خطأ يقول فايس انه يدعو ان سجن الرجاع لا 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 كان كان قوله قديمة معلومة بس حطه عصر عصر حطه عصر قل له قل له الله حطه قل له ابو عزار عظيم اكبر درين من السجن من الجالة فارس ايضا سجن يقرر يسمعك والله عظيم يا بزح قلل لا يعني الله قلل وراء النيم ده بصو الله ما كن يا شباب اسمعون مقولة اللي تسجل ما يا شباب ما كل ما يغال يفهم ما كل ما يغال يفهم ما اذكر كده يسمعون كل ما يعلم يقال هذا من شيسك الأخير ما كل ما يغال يفهم يعنيني قلت مغالة يمكن ما يفهمون هالعالم صح 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 أسمعني بزر يحس بانه السجن والله لرجال والله لنسجل لا 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 هوا جاسبوا هذا كلام خطأ المقود القديمة خطأ يا هاتتو إنه تقول ذيكذا الناس اتصدر لا والله والله هني بعرس اقسم بالله اني أستبل حتى ليجيتم تبقيت رأيب أمزح والله هني أمزح ما شاء الله ما شاء الله كلها الكرة والجيس جن ما شاء الله ما شاء الله لا والله والله هني أمزح اقوم plateau امر موضوع عمر حق نساء المسجونات نقول عس الله ان شاء الله يستر عليهم ويهديهم ويوفقهم في الدنيا والاخر ويفر رجع همهم ان شاء الله ويجع عليهم ولكن نقول لي هالهن يوم تطلع من السجن نقول لي هالهن يوم يطلع من السجن احتووهن لا تزيدون مصيبتهم مصيبة احتووهم وخلوهم في بيتهم لا تقولون خلاص هذي سمعتها كده وسمعتها كده وما لها الا هي وسمعتها ما لقبك لين يوم الغيامة فلذلك احتويها واستر عليها ومن استر على مسلم يستر عليهم الغيامة دنيا والاخر والانسان قد يذنب ويتوب خير خطايين التوابين ما يفهمون الان المضوع ابو عزام قل ما شاء الله يا ابو عزام توقف ماذا مقاطعات عزش تصدمني ايه الربع اذا تسمحوا لي بس دام ان فيها قاضي وما قاضي واخر شي انه ترى في ناس مسجونين ب10,000 و15,000 و2,000 فكل مقتدر تقدر تروح للسجوم للكراته اربعة وفرج الله عليك الله يتزاك خير انا مد امسد السلفة 15,000 في واحد معنا لمنك راحنا وحالة السجن في واحد ماسك دارب ماسك دارب حالو وبرج عليه المستوائي له وقال له اسرح طال عمرك واقفه على طرف الشارع سيارتهم خربانة حمت قام ووقف عندهم قال لمعسى ما شلقل والله سيارتنا خربانة قال والله انتأخذ بك سيارتك على الريال وريالة والله انتأخذ وصول ريالك وخلصهم والسيارة انا بتصرف معها خاذ رقمه ومما راح الريال وقال لي وش الريال ذي اللي لا يعرفني ولا عارفه وتجمل فيه جميل والله كأني لو صرقتها ولا سويها باشي السيارة مهم خذها السيارة وهو قام تصالب كفري وشل السيارة ووداها اللي مصلح وصلحها كفري وش كفري اللي سطحة 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 هلتم اسمونها مهم شلط العمرك يوم وصلح السيارة تصالب أخوي قال لسيارتك جاهز قال لسيارتك جاهزة 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 مليون قام اراحت تسليه في المية تلف قال بطلع المية تلف اول مرة ويقوم يرسل لها المية تلف في السجن قالوا لها الجماعة يا 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 اه مبكدة لك والله لاكملها والله لو خطأ عادي عبدلو في تعديل يا بس ساعد تعديل بس ما در توا ما يدري ان مليون اخذ معه مية تلف وراح ارسال مية تلف وراح لاصلاح ما دري وش يسم اللي يفكون السجين يوم جو قالوا له وشوف عليك مية عليك مليون وهذي مية تلف قال اسجلها اكفالها بالمية تلف هذي ولينه يستر اموره وانشاء الله انه باي يستر اموره يوم جو قالوا له عندك مية تلف جابها فلان بفلان لك يبغي بها قال انا وش بس سوي بالمية تلف منين بس ستة ديون المية تلف هذي المليون هذي مية تلف بقعد فاترة وبردان سجن قال على اخوياه منه اللي عنده دين اقل من خمسة عشر مية تلف اللي عنده في السجن ويفك لخمسة يا ستة يا ستة يمساجي قال بدلا طلع بها هذي طلعوا خمسة ستة ديونهم سهلة انا مليون عليهم ما تكفيني مية تلف ويفك يا اخوي قاعد فاترة اخوياه تصل يسأل عنه قالوا ما طلع الريال قال كيم ما طلعوا انا اعطي مية تلف نصدام من الريال راح للسجن قال كيم ما طلعتوا انا اعطي مية تلف قالوا اخويك والله ما شفنا مثله مطنوخ قالوا اسوى قال مية تلف وزع على اخوياه وطلع اخوياه وبعث السجن قال ليش قالوا عليه مليون قال مية تلف ما تكفيني وش اسويه واطلع كم من يوم ما رد السجن لا والله ما تكفيني قال والله العظيم لا طلعه لا طلعه هذي هذا ما يسجن ويربح يسوي قطيه ويفزع للعالم ويسوي مجهة لنياب المليون وفكها من السجن وهذا يطال عمرك الجميع فارس والله اخطاني عليه اخطاني على فارس فارس سولف يا الرابع اذا تسمحوا لكم كل ما يقاتل فارس والله ونسمح لك تسمحوا لي يا رابع لا لا ونسمح لك انا اعطيك السلب هذا في ليلا طلعه يا محامي بقول بقول لا اضغب علي بصر عشانكم اصريته بس اسم اي ابو غربي هذا طلع عمرك ابو ليلا كان قاضي حلو لا يا غالي اسمحوا خلنا استاذ المرث هاتفكم يقول ايوه وكن اقول قصة ربع لا 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 اقول له لا لاني ما اعرفها انا اكد لا لا الاذان من عنده المشكلة جاء الاذان يا فارح من التعتذر اصل الحظي اجا 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 والحبا بعد بعد الصلاة لا 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 بعد الصلاة باقي خمس دقائي اسر ما يفارس انا ابو ليلا كان قاضي يقول بي يوم من الايام جاولي ثنتين حلو انت ابو ليلا ابو ليلا يقل يبجان الثنتين ذلة يقول على هطالع فيهم اللا والله يقول قلت وش فيكن ما وش فيكن طبعا بالعامية ايه شبالات انتو قالوا جاءت واحدة منهم قالت انا بفك وجهي عشان اتنفس حلو تشتخ غطاها اي جاءت اللي جنبها قالت لا ان كانت فكت عن وجهها ترى عندها وجه زين وترى هايش تبغى يعني تفتن الناس والقاضي لا الحق يعني يغطيها او لا قال لا لا تبكي نوجه تخطي حلو قال له بدي بول قصة وش السالفة أعطونا قضيتكم قال على الحريب الستير يتصايح لمن اللي يتكلم من اللي ما يتكلم جاءت واحدة يتكلم قالت أنا اللي بتكلم في القصة قال له بعطيك القصة يا بوليلة هذا طال عمرك أنا أصبر دقيقة ثواني ساعة أكمل القصة تفضل يقول الشاي بذكر السالفة 20 مرة والله ما قلتها تسميلتها لا لا أنا ما أسمع لا لا فارس فارس وانا متحمس طرت يقول جاء ابو ليلة طال عمرك قال فكونا من لسانة طويرة أسمع قال قالوا ش السالفة قالت أنا أبوي توفى الله يا رحمه ويخبر الله وربتني عمتي من اليوم أنا الصغيرة ويوم كبرت تزوجت تزوجتني ولد عمي قال حلو طيب وين المشكلة؟ قالت أعطيك المشكلة عمتي ذي حلو يوم مات ابوي اتزوجت وجابت بنته وكبرت بنتها ويوم كبرت بنتها شافت من الخلق الحسنة في رجلي راحت عند رجلي عرضت الزوج عليه على بنتها فهمت البكرة؟ جاءت البنت هذي قالت طيب ويش صال قاضي يقول قال طيب ويش سويت؟ قالت اتزوج أختي وقالت عمتها قالت أنا راح اتزوجك بنتي بس بشرط انك تعطيني وكالة البنت أخوي يعني توكلني عليها حلو أخذت العم وكالة وراحت عند بنت رجلها القديمة رسلت له وكالة قالت لها رجلك اتزوج بنتي وانتي طالك قال البنت اتطلق بالوكالة؟ ووكالها خلاص ووكالها الأمر قالت توكلني أمر البنت مت ووكلك أمرى البنت قال المهم والدورة ليابي تيجي لأيابي عنقو فترة يجي رجل عمتها من السفر حاولة اليوم رجع واعتبها يجاه القاضي قال في焦د القضية قال باقي معم شفيع المر باقي منتفن ويجي رجل عمتها يابي جي رجل عمتها من السفرة وتيجي هي وتعرض عليها بعد فترة عرض عليها الزواج البنت اللي اتطلقت قال اه اوفك وتزوجك قالت بس بشرط توكلني على عمتي اللي طلقتها اللي طلقتها خلها اي قالت قالوا لكي ذلك يوم تولت الأمر راحة ترسلت لعمتها سلام عليكم يا عمك كيف حالك طيبة أنا تزوجت زوج من فلان وأنتي طالق هلو المهم يوم أهل أنجنتها المرة قالت هذا هذا العم قالت 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 البندي منتهي بحين أحسن وسيلة لدفاعيش الهجوم البنت هذه قعدت تهاجم والعمة هذه تبقى تدافع رجلها يوم تزوجت البنت الصغيرة ذي تزوجت الرجال الكبير ذا توفى وورثت يوم ورثت جات العمه وجات البنت جاءوا عند من جاءوا عند البنت يبغون ايش يبغون يأخذوا من الورث قالت ما لكم شي وهذا رجل على سنة الله ورسوله ما لكم شي عندي ويجوم من هنا يجوم من هنا قالوا ما في حلة لنرسل نرسل زوجة البنت لما عندهم رجل قال نرسل زوجة البنت لها انو يناقشها اللي هو رجل هالاول هالمهم يوم جوا يرسلون للرجل عند الحرمة هذي الليولا شافته وتناقش وتناقش ولا الرجال حن على حرمة هالاولا ها اللي هو يناقشها قال مهم عرضت عليها الزواج تركز دعينه شو اللي صار حلو بيرجع برجعها اي عرضت عليه قالت تتزوجني قالي قالت طب تتزوجني بس بشرق قالت ايش قالت توكلني امر على زوجتك قال اوكل كاميرا على زوجتي ايش قال قال اوكل كاميرا على زوجتك حلو زوجتك من اللي هي اختها بس من امها ما هي اختها اللي هي بنتها عمتها كانت توكل قالت ايلا فلالة بنت فلان انت طالب يا رحو خيرا جابوا لي لمسك رأسك قال وين القضية انا مان يعالف دعين وين القضية هو صدق مين القضية قالت القضية وما فيها جات العم قالت البنت هذي حلو تزوجت رجلي وتوفى واخذت الورث واتزوجت رجل بنتي وحلنا نبغى الورث جابوا لي قال ما لكم شي عندنا فهمت الفكرة قال ما لكم شي عندنا ولا لكم ما اخذين اي حاجة يعني هذا الورث توزع مو عندنا عندهم هل هي اتوزع الورث تهي الكلام هلو قال المهمة بولي لطلع من المحكمة وراح عند امير الممنين ومستغر من القصة راح حكال عثماء الامير الممنين وغيرت قلت ما بففار وضحك امير الممنين يقول لك انا ايش صار يحك في رجل قال والله من حفر حفر تلاخي وقع فيها فهمت فاللي بقوله اصبر الاجاب المعميل اصبر اصبر لا امو يجي طاير فاللي بوصل يلا فاللي بوصل الاجاب المعميل خلي ختم عشان ردان فاللي بقوله حلو من حفر حفر تلاخي وقع فيها رسالي يقول لا يمنح احدكم حتى يحب الاخي ما يحب الناس ارحموا يعني مثلا هذي ابوها متوفي يعني ابو ليلة يقول ان ابوها متوفي لا تضحكون خلناكمل السالفة لاني والله اذا انقطع حبل افكاري يمين بالله ادمن ادمن اجابتي صار 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 صبر 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 قبل لدن والله يوم قروش قبل لدن قبل لدن قبل لدن اريك يا بوكس اعزائي واخلنا المشاهدين ومتابعين الان نطلع معاكم الاذان ونرجع بعد العصر اه نطلع من الارض المشوي العماني اللي من امس حطينا بلار وعندنا بعض السؤال والقصص والفلة لا تروحوا بعيد صلوا تعالوا ونطلع على الاذان والسلام عليكم قروش البربيس قروش البربيس الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد اشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله رحیة الله